كثير من الأشخاص بتعاني من الصداع النصفي أو من الصداع بشكل عام وبسألوه هل في أكل بيأثر عليه هل في أكل بيزيده أو لا اليوم رح نحكي لكم عن أبرز الأغذية اللي ممكن تزيد من مشكلة الصداع النصفي بس قبل هيك لنقولكم أنه أسباب الصداع النصفي أو الشقيقة غير معروفة الصداع النصفي 15% من سكان العالم بيعانوا منه وأكيد أي مشكلة صحية إحنا دائما بنقول تعديل نمط الحياة هو بيحسن من هذه المشكلة وبقلل منها بمعنى تاني اختيار الأغذية المناسبة النوم بشكل كافي تقليل الكفايين ممارسة الرياضة من الأشياء اللي بتقلل من الشقيقة كثير في أغذية بتزيد من وجود مشكلة الشقيقة أو بتزيد من الصداع النصفي أول شي رح نحكي عنه هو الجبن القديمة أو المعتقة تحتوها على مادة التيرامين هذه المادة اكتشف العلماء أنها بتزيد من مشكلة الصداع النصفي ووجد أصلاً أنه معظم الأشخاص أو 5% من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي عندهم حساسية من مادة التيرامين الشوكولاتة على رغم من فوائدها وإنها مليانة مضادات أكسادة ولكن الشوكولاتة من الأشياء اللي بتزيد من حدوث الصداع النصفي عند الأشخاص بالإضافة لهيك اللحوم المصنعة لاحتواءها على المواد الحافظة التي تحتوي على النيترات هذه النيترات بتزيد تدفق الدم فبالتالي بتزيد من مشكلة الصداع النصفي أو الشقيقة من الأغذية كمان اللي بتساعد على تفقم مشكلة الصداع النصفي أو الشقيقة هي الأغذية اللي عالية بالدهون والمقلية وعالية بالدسم وجدت الدراسات أنه النظام الغذائي اللي بيحتوي على أكثر من 69 جرام من الدهون المشبع يومياً بزيد من حدوث الصداع النصفي كمان أكيد معظم الناس بتحب الأكل الصيني في عمنا الأطعمة الصينية تحتوي على مادة الـ MSG أو جلوتامات أحادية الصوديوم هذه المادة يتم إضافتها لتحسين النكهة هذه المادة مرتبطة كمان مع زيادة حدوث نوبات الصداع النصفي آخر شيء بدنا نركز عليه هو الكفايين اللي موجود بالقهوة موجود بالشاي وموجود كمان بالمشروبات الغازية إذا تم أخذها باعتدال فهي ما بتسبب مشاكل ولكن إذا تم اجتهلاكها بإفراط فهذا بيعني نسبة من الكفايين كتير زيادة اللي ممكن تأثر على الجسم وتأثر على زيادة نوبات الصداع النصفي النصيحة الأخيرة لإلكم دائما نخدوا اللي بدكم إياها باعتدال إذا انتبهتوا من ضمن الأغذية اللي ذكرناها هي أغذية كتير مصنعة وكتير معاملة فبالتالي إحنا النصائح الصحية اللي دائما بنوصيكم عليها إنكم تتجهوا نحو الأكل الطبيعي بعيدا عن الأغذية المصنعة أو المعاملة بشكل كبير هيك أنتوا بتحفظوا صحتكم وبتقللوا من أعراض أي مشكلة صحية عم بتعانون منها شكرا